طلب هذه الخطة بعد دراستها وتهيئتها يوافق عليها شخص مهم بالقيادة العراقية السابقة إلا بصمات هذا الشخص من قدرنا أعرفه منه؟ المرحوم عزة الدولية يوافق عليها حتى يأمن جانب نوايا هذه القوة حتى لا تكون من ضمن الخطط الأخرى التي كان هدفها ظاهريا هو إخراج الرئيس بس عمليا هو التخلص من الرئيس أما اختطاف الإيران أو قتله حتى يأمن نواياها يأمن جانبها فكان الوسيط بين المرحوم عزة شخص من أبناء عمومة الرئيس أنطيت الخطة كاملة ونزل للعراق وبقى عالق بحدود 23 يوم لا يمكن أن يقابل المرحوم لا أعرف الظروف المحيطة الأسباب لا يمكن أن يقابل عزة الدولي لا يمكن أن يقابل ربما لظروف أمنية تتعلق بالمرحوم عزة لا أعرف هذه الأمور تتعلق وبالتالي وبالتالي بقى 23 يوم عالق ورجع ومن رجع نوشه به يعني نقل إليه نقل إليه والعهد على الراوي أنه نوشه به واعتقل وتفلشت الخطة؟ بعديا الرئيس من الأخ أو اعترف يعني على الخطة؟ لا يعني من رجعت علي مرة ثانية قلت له سألني قال لي وين وصل القتلة أتأخر شوية قال لي أوليدي خلي تركوها قال لي ما يريد أخسر شخص واحد يموت على مودي يعني ما يقدر أخسر شخص واحد يموت على مودي من رحة قابلت لقيت عيونه الله يرحمه مرمى وجه غير وضيع يعني موجودة صورة صورة مؤلمة جدا وكأنه سهران يعني متعب فقلت له سيادة الرئيسة شو وضعك مو طبيعي يعني عيونك منفخة متورمة حمر تشعر بشي قال لي لا والله بس دولة ما قدر منه جاي ضارب صليا يعني شاجور مع الكلاشنكوف ورا السياج وذولا استنفروا فبدوا يلحمون على البوب يزيدون القفال قال فنوعية القفال اللي جابوه أنا ما شايفينه بكل حياتي يعني حجم كبير قال بدوا يلحمون فمن هذا الوامض ما للحيم بدي أثر على عيوني قال بالإضافة إلى شغلهم ليل ونهار فنحنا كانت طبعا من ضمن الخطة يجبون شفلات يدرعوها يدرعون الكابينة مع السايق والرئيس يكون مع السايق بالشفل والسايق خلي بس مجال يشوف الطريق بنفس الوقت عملية الاقتحام صير يعني فتحتي بالسياج بهاي الشفلات وعملية فتح البوب يجبون كيبلو إياهم يربطون الباب ربط ويسحبوه بالشفلات مو بطريقة التفجير لأنه أنا قلت له يجبون لازم صاعقوا إياهم مثلا يفجر قال لي لا يأذيني يسحبوه نسحب هاي كان من ضمن الخطة ففشلت يعني مو فشلت وأنما هو لأنه تأخروا بالتنفيذ قال آلي ما يعني ينجرح عراقي أو يموت بسببه خلي هوليدي على خليها